الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام في محاضرة جديدة من محاضرات في الفقه الإسلامي ما ذلنا نتحدث في كتاب الصلاة في هذه المحاضرة نتناول أركان الصلاة وواجباتها وسننها بشكل نظري لذلك هي دراسة نظرية تناولنا في المحاضرة السابقة شروط الصلاة وقلنا أن الشروط هي مقدمات وهيئة وتهيئة لا تصح الصلاة إلا بتقديمها وقلنا أن الشروط الصلاة هي الطهارة والنية وسطر العورة والقبلة وسطرة المصلي وترك بعض الأفعال والأقوال المخلة بالصلاة وتناولنا كل شرط على حدة بالتفصيل في هذه المحاضرة ندخل نظريا في أفعال الصلاة وفي أقوال الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لقد قسم العلماء أقوال الصلاة وأفعال الصلاة إلى ثلاثة أقسام كل قسم يختلف عن القسم الآخر منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنن في الصلاة في هذه المحاضرة نتعرف على الركن والواجب والسنن نبين تعريف كل منهم وما حكم ترك الركن أو الواجب أو السنن وهل ترك الركن يختلف عن ترك الواجب يختلف عن ترك السنن؟ وإذا ترك سهوا أو نسيانا أحدهما هل يجبر كيف يكون جبر ترك الركن وكيف يكون جبر ترك الواجب وكيف يكون جبر ترك السنن في الصلاة؟ وما عدد أركان الواجبات والسنن والأركان في الصلاة؟ وما هي هذه الأركان وما هي هذه الواجبات وما هي هذه السنن؟ هذا ما سنتناوله في هذه المحاضرة نبدأ أولا بالركن والذي هو القسم الأول والأهم في أفعال وأقوال الصلاة تعريف الركن الركن لغة ركن الشيء أي جانبه والجمع أركان وأركان الشيء أجزاء ماهيته أو جانب الشيء الأقوى فيه والذي عليه يبنى أو عليه يعتمد الفرق بين الركن والشرط أن الركن يدخل في ماهية الشيء في أجزائه التي يتكون منها أما الشرط فهو خارج عن المهية هذا هو الفرق بين أركان الصلاة وشروط الصلاة من النحية اللغوية وهو ما يساعدنا على الفهم في التفرق بين الركن والشرط الركن هو جانب الشيء يدخل في ماهيته وهو جزء من أجزائه كما نقول أن اليد في الإنسان هي ركن من أركانه الرأس ركن من أركان الإنسان كذلك الركن هو جزء مهم جدا يعتمد عليه الشيء إصطلاحا عرفوا الركن فقالوا هو ما لا يتم الشيء إلا به سواء كان جزءا منه أم لازما له باختصار أن هذا الركن إذا سقط من الشيء يكون الشيء ناقسا غير تام وغير مقبول فإذا سقط ركن من البناء لا يصلح هذا البكان للعيش فيه وربما سقطت بقية الأجزاء بناء على سقوط هذا الجزء في الصلاة إذا سقط الجزء تسقط الصلاة كلها فالركن ما لا يسقط جهلا إذن فالركن لا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال فلا يسقط جهلا ولا يسقط عمدا ولا يسقط سهوا لا يمكن تركه وسميت الأركان أركان تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها والركن في الصلاة هو ما لا تصح الصلاة بدونه وتركه يوجب البطلان سواء كان عمدا أو سهوا الفرق بين الركن والشرط أن شرط الشيء ما يتم به الشيء ويتوقف عليه لكنه خارج عنه فالركوع مثلا هو ركن من أركان الصلاة لأن الصلاة تتوقف عليه وهو داخل فيها أما الوضوء فالوضوء شرط لصحة الصلاة لأنها أيضا تتوقف عليه لكنه خارج عنها من القول أن ترك الركن يبطل الصلاة فالصلاة تبطل بطرك ركن من أركانها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فهل للركن جبر في السهو أو النسيان؟ لا فالركن يجب أن يؤدى ومتى حدث سهو أو النسيان في ركن من أركان الصلاة يجب إعادة الركعة التي حدث فيها السهو أو النسيان للركن ثم يأتي في نهاية الصلاة بسجتي السهو وسنتعرف إن شاء الله في المحاضرات التالية ما هو سجود السهو وسنتعرف عن كل ما يتعلق بالصلاة كبيره وصغيره الشارد والوارد فيه والله المستعان وما الكمال إلا لله إذن فجبر ترك الركن أو السهو عنه أو نسيانه هو أن تعاد تلك الرقعة كاملة ولا يكتفى فيه بسجود السهو وحده دون تكرار الرقعة بل لابد من إعادة الرقعة التي ترك فيها هذا الركن لأن هذه الرقعة تعد باطلة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فما هي عدد أركان الصلاة؟ عدد أركان الصلاة أربعة عشر ركنا وهم القيام في الفرض مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع من الركوع السجود على الأعضاء السبعة الرفع من السجود الجلسة بين السجدتين الطمأنينة في جميع الأركان التشهد الأخير الجلوس للتشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الترتيب بين أركان الصلاة والتسليمتان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ثانياً الواجبات في الصلاة الواجب هو ما تبطل الصلاة بتركه عمداً كما هو الحال في الركن ولا تبطل الصلاة بتركه جهلاً أو سهوى ولا تبطل الرقعة بتركه جهلاً أو سهوى بخلاف الركن الركن إذا حدث سهو أو نسيان فترك ركن من أركان الصلاة تبطل الرقعة ولا بد من إعادتها أما الواجب فلا تبطل الرقعة ولا تبطل الصلاة إلا بتعمد ترك الواجب أما نسيان الواجب أو تركه جهلاً لا يبطل الصلاة حكمه تبطل الصلاة بترك الواجب عمداً ولا تبطل بتركه جهلاً أو سهوى أما جبره فيجبر الواجب المتروك بسجود السهو فقط ولا تعاد الصلاة أما عدد واجبات الصلاة فهي ثمانية واجبات وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام قولنا سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد وقولنا ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأمون وقولنا سبحان ربي الأعلى في السجود وقولنا ربي اغفر لي بين السجتين والتشهد الأول وكذلك النية فالنية شرط من شروط صحة الصلاة وهي أيضا من واجبات الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ثالثا سنن الصلاة سنن الصلاة هي ما يستحب أداؤها في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها سواء عمدا أو سهوا وحكمها لا تبطل الصلاة بترك شيء منها أبدا ولا ضرورة لجبرها فلا جبر في ترك سنن الصلاة وإنما يستحب الإتيان بها لتزيين الصلاة وإكمال هيئتها وعدد سنن الصلاة سبع وثلاثون سنة وهي رفع اليدين حزو المنكبين أو الأذنين وادع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر النظر في موضع السجود أدعية الاستفتاح التعوذ بالله من الشيطان الرجيم البسملة وقولنا آمين بعد قراءة الفاتحة وقراءة آيات بعد الفاتحة والجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإصرار في الصلاة السرية اللطيفة بعد الفراغ من القراءات كلها ووضع اليد مفرجتين للأصابع على الركبتين كأنه قابد عليهما في حال الركوع مد الظهر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لا استقر وجعل الرأس حيال الظهر مجافات اليدين عن الجنبين في الركوع ما زاد على التسبيح الواحدة ما زاد على المرة الواحدة في سؤال الله المغفرة بين السجدتين قولنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ووضع الركبتين قبل اليدين في السجود وضم أصابع اليدين في السجود وتفريج أصابع الرجلين في السجود واستقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السجود ومجافات العضدين عن الجنبين في السجود ومجافات البطن عن الفخذين والفخذين عن الصاقين والتفريج بين الفخذين وضع اليدين حذ والمنكبين أو الأذنين في السجود دم القدمين والعاقبين ونصبهما في السجود الاكثار من الدعاء في السجود افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس بين السجتين وفي التشهد الأول وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا جلس في الصلاة وضع الضراعين على الفخذين في التشهد قبض خنصر وبنصر اليد اليمنى في التشهد جلسة الاستراحة النظر إلى السبابة عند الإشارة بها الصلاة والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الدعاء والتعوذ من أربع بعد التشهد الثاني الالتفات يمينا وشمالا في التسليمتين النية في التسليم الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والحاضرين كل ما هو ركن وكل ما هو واجب وكل ما هو سنة سنتفقه فيها واحدة واحدة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون يمكننا إجمال ما سبق فنقول الملخص الفقهي للمحاضرة الأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا فلابد من الإتيان بها على وجهها وإذا سهى المصلي عنها لا تجبر بسجود السهو بل تجبر بإعادة الرقعة كاملة مع سجود السهو أما الواجبات فتسقط سهوا وتجبر بسجود السهو فقط من غير إعادة الرقعة إذا لم تكن عن عمد وإذا ترك الواجب عن عمد تبطل الرقعة وتجب إعادتها وإذا تركت عمدا ولم تؤتى بالرقعة مع سجود السهو تبطل الصلاة فالواجب يختلف عن الركن في أن الركن لا يمكن تركه بحال من الأحوال أما الواجب لا يمكن تركه عمدا ولكن يجوز أن يترك سهوا أو نسيانا أو جهلا وتصح الصلاة أما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهو ولكن إذا كان الإنسان معتادا على سنة من السنن فتركها وأراد أن يسجد سهوا لها كي يتذكرها ولا يكرر هذا النسيان فيجوز له أن يسجد للسنن سهوا إن كان ممن يواضب على هذه السنن في الصلاة وذلك لكي لا ينساها ثانية التقويم وهو ما يجب على المستمع أن يجيب من خلال إعادة استماعه للمحاضرة على الأسئلة الآتية ما تعريف الركن وما حكم تركه هل للركن من جبر في السهو أو النسيان وما عدد أركان الصلاة وما هي أركان الصلاة ما مقصدنا بالواجب في الصلاة ما حكم ترك الواجب هل يجبر ترك الواجب في الصلاة وكيف يجبر ما هي واجبات الصلاة ما عدد واجبات الصلاة وما هي هذه الواجبات ما مقصدنا بسنن الصلاة ما حكم ترك هذه السنن هل لها من جبر في السهو أو النسيان ما عدد سنن الصلاة وما هي سنن الصلاة انتظرونا في المحاضرة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك